رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب فرصة تاريخية أمام الخرطوم لتجيني بداية جديدة وإنهاء سنوات من العقوبات والعزلة ولكنها في الوقت نفسه خطوة تضع السودان أمام تحدي جديد يتمثل في قدرة الحكومة السودانية على استغلال هذه الفرصة للنهوض بالاقتصاد المتعثر ورفع مستوى معيشة السودانيين فما الذي يتوجب على الخرطوم فعله لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد وإعادة السودان سياسيا إلى المجتمع الدولي بلدنا ستمشي لقدام ويحصل استغرار والمشاكل الاقتصادية ستتحلل إن شاء الله إذا الاقتصادين في السودان ركزوا على الإنتاج وأنا بعتبر إنه السودان دولة غنية وما محتاجة محتاجة إنه هي تبيعة أو تسويق للعالم القيود اللي كانت مفروضة علينا في كتير من الممارسات يعني في مشكلة لا تقدر تعمل فيزا كارد لا تقدر تنزل لك برنامج لا تقدر تشتري لك إزبير لا تقدر تبشي مشكلة كبيرة جدا بالمناسبة يعني الواحد بيكون حاسب نفسه إنه محصور كده دي خطوة مهمة جدا جدا السودان تنتظرها طوال ثلاثين عام يعني إحنا دخلنا في غائمة أصلا ما كنا فيها ولا شبهة يعني وده كل شي بيشهد بول عالم يعني واليوم ده بيحتوار بالنسبة لنا يوم مهم جدا يعني والحمد لله نحو طلعنا منها وإن شاء الله إن شاء الله أن الحكام الآن الغائمين على الأمر يقدروا يستفيدوا منها ويقدروا يستثمروها استثمر أمسل يعني ونحن نتفاعل إن شاء الله بربع الحظر عن السودان والإيجابيات التي تترتب عليهم وإن شاء الله متفاعلين أن الشركات ترجع علينا وتستثمر في السودان ويكون مستقبل واعد وجيل للسودان لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا من الخرطوم معنا القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج معنا أيضا الكاتب والباحث السياسي يوسف الجلال مرحبا بضيفي وساطع مسل خير داني أبدأ معك كما جاء في حديث الإخوة في التقرير قبل قليل وفي تصريحات كثير من المسؤولين في السودان وفي خارج السودان هذا يوم مهم هذا قرار مهم جدا بالنسبة للسودان هل بالفعل يمكن الحديث اليوم على أن السودان تم الإفراج عنه بين قوسين كما قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تم إعتاقه والآن بإمكانه المضي قدما للعمل على حل كل هذه المشاكل التي يعاني منها قطعا هذا قرار مهم اتخذ منذ البارحة وفجر اليوم واحد هذا القرار قضى على عزلة للسودان منذ أكثر من 25 عام أكثر من ربع قرن اثنين أهمية هذا القرار الآن تكمن ليس في الاقتصاد فحسب ولكن هذا القرار يعيد للمواطن السوداني كرامته عبر كل المطارات ويعيد للجواز السوداني قيمته عبر كل المطارات بعد أن فقد الإنسان السوداني والجواز السوداني أهمته وكرامته في كثير جدا من المطارات وظل لأكثر من ربع قرن عرضة دائمة للتفتيش وهو شخص مشتبه به من الجانب الاقتصادي هذا قرار مهم لأنه يعيد السودان إلى المجتمع الدولي ويساعد سياسيا في دمج السودان مع المجتمع الدولي ولعب دور أكبر يساعد على إعفاء الديون يساعد على فتح باب الاستثمارات الدولية في السودان يساعد على فتح باب التحويلات البنكية الدولية مع السودان والعالم الآخر يساعد في البحث عن العقود مثل عقود الإنشاءات والبناء الدولية ما يعرف بالبوت وأعتقد أنه له تأثير كبير سيكون ذلك على المواطن لأن ما يحدث على الاقتصاد كما ذكرت في النقاط السابقة ينعكس إيجابا على المواطن السوداني ينعكس على سعر الصرف للدولار ينعكس على قيمة الجينيه السوداني يحرك العملية الاقتصادية يفتح فرص جديدة للشباب للتوظيف وهكذا ولذلك نعتقد أنه قرار مفصلي ومهم لا بد أن نحن القبعات للحكومة الانتقالية وللسيد رئيس الوزراء ولفريقه والذين استطاعوا فعلا أن يحققوا واحدة من أهم المهام المنصوصة عليها في الوثيقة الدستورية في أنهم يحققوا سياسة خارجية تخدم فعلا المصلحة العليا للسودان وتبقى المصلحة الاستراتيجية العليا للسودان هي الديدن وهي التي تظل لكل القرارات المعنية بهذا الأمر وتعود بالنفع على جميع المواطنين السودانيين أستاذ يوسف أيضا مرحبا بك معنا في هذا النقاش قبل قليل كنا نتابع كلمة السيد عبدالله حمدوك قال فيها أن هذا القرار هو قرار يغير قواعد اللعبة استخدم التعبير الإنجليزي وأيضا قال أنه يخلق مناخ جديد بالنسبة للسودان السؤال المهم هنا كيف يمكن للحكومة الانتقالية الآن البناء على هذه المسألة والاستفادة منها لإخراج البلاد بأسرع وقت من الأزمات الكثيرة التي تعاني منها المؤكد مهند أن هذا القرار التاريخي يصف في مصلحة الشعب السوداني يصف في مصلحة إنهاء العزلة التي كانت مضربة على السودان خلال 30 عاما كنتاج طبيعي وإفراص طبيعي لسياسة ما يعرف بالباب المفتوح التي انتهجها الترابي في سنوات الإنغاز الأولى والتي امتدت حتى سعوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير وهي سياسة قائمة بالدرجة أساسية ورئيسية بمنح المطارد والمغضوب عليهم في بلدانهم والمجتمع في انتمائهم أو تمويلهم أو ارتباطهم بالإرهاب حق الدخول للسودان دون الحصول على تاشيرة أو رسم الدخول وهذه السياسة التي عرفت بسياسة الباب المفتوح ضرت كثيرا بالسودان وياد ببعض الشخصيات المنبوذة إلى هذا الوطن وهذه فاتورة طبيعية الآن السوداني يعود الحضن الإقليمي والدولي وهي عودة محمودة وطيبة لكن ليس من العقلانية الكاملة أن يربط الرفاه الاقتصادي أو إمكانية التحرر من القيود الاقتصادية وإمكانية تجاوز العزيمات الاقتصادية المتراكبة والمتناسلة يوما بعد يوم مع إزالة السودان من قائمة الإرهاب على اعتبار أن هذه خطوة إجرائية تمهض الطريق وتفتح الطريق سالكة أمام الانطلاق يبغي أن تكون هناك خطط واضحة وملموسة وبشفافية وبالأرقام لكن ما يوصف له إلى الآن لا توجد وقودة واضحة يغلب على حديث السياسيين الكلام الإنشائي المطلق في الهواء للاسف حتى غريصة الوزراء الذي يمتلك ويحصل على الدكتوراه في الاقتصاد تحدث قبل قليل حديثا إنشائيا لم يقدم رؤية اقتصادية واضحة قائمة على أرقام طبعا حتى لا نحكم بشكل غير منصف على الدكتور حمدوك الوقت لا زال مبكرا نسبيا القرار صدر للتو وبالتالي السيد حمدوك أمامه الكثير هو وفريقه للقيام به أعود إليك أستاذ ساطع مرة أخرى بالمناسبة وزيرة المالية المكلفة هبا أحمد علي تقول التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية والتي ستفتح الباب أمام أكثر من مليار ونصف دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسات الدولية للتنمية من المؤسسات الدولية للتنمية للسودان إلى آخره من المساعدات هذه مبالغ نتحدث عنها أستاذ ساطع مبالغ ضخمة إضافة إلى مساعدات أخرى تتعلق بتقديم القمح وإلى آخره إلى السودان إمكانية رفع الأعباء المديونية عن السودان هذه كلها فرص برأيك كيف يمكن لحكومة السيد حمدوك على الأقل في المرحلة القادمة أن تستفيد منها أنا أعتقد أن حكومة السيد حمدوك الآن وفريقه في الأجهزة المالية وفي القطاع المالي عليهم بوضع خطة يمكن أن تحول هذا القرار قرار رفع العقوبات أو إخراج السودان كدولة رائعة للإرهاب تحول إلى منظومة اقتصادية متكاملة وأعتقد أن سيد حمدوك يبحث مع فريقه الآن عن خطة اقتصادية متكاملة عندما استلمت الحرية والتغيير وأصبحت القيادة لدى السيد حمدوك في 17 أغسطس في سبتمبر الماضي 2019 الوضع الاقتصادي كان وضع مزري للغاية ليست هناك رؤية اقتصادية واضحة الآن العمل يسير بشكل قوي جدا للبحث عن خطة اقتصادية ربما كانت برجماتية حتى يستطيع السودان الخروج من الوضع الاقتصادي المتخلف والمتأخر جدا الزمن بسيط منذ عامه وشوية من استلامه للسلطة هذه فترة ربما ليست كافية تماما للوصول إلى مخرج اقتصاد وإلى وضع خطة اقتصادية متكاملة لكن واضح جدا أن ملامح الخطة الاقتصادية على قل تقدير في المؤتمر الصحفي اللي نعقد قبل قليل والشعب السوداني كله كان مباشر لهذا المؤتمر بما فيه أنا شخصيا جئت مقصوبة فقط للسكاي نيوز يعني قطعت متابعتين للمؤتمر إنه واضح أنه الملامح الرئيسية بدت تتبلور بشكل واضح بعد نقاش مستفيد في هذه فترة الحكومة لم تكن والحرية والتغيير أيضا لم تكن تجلس هبان عقدة المؤتمر الاقتصادي وأدارت مناقشات واسعة وأدارت ويرش واسعة وأدارت مؤتمرات واسعة للوصول إلى رؤية اقتصادية تفيد السودان على غرار التجربة الكورية على غرار التجربة الماليزية كما حدث في كثير من أرجاع العالم وأعتقد الأمر الآن واضح لدى سيد رئيس الوزراء وفريقه لدى الحرية والتغيير بشكل واضح وضع خطة اقتصادية ثم بعد ذلك كيف يتم وضع خطة للاستفادة من مخرجات القرار الأمريكي الذي حدث اليوم عكسه اقتصاديا يبقى الخطوة الثانية أو المقبلة مباشرة وأعتقد أن الحكومة والحرية والتغيير وعية تماما لهذا الأمر وتعمل على قدم وساق لتحقيقه أستاذ يوسف كان لك بعض التحفظات على موقف السيد حمدوك فيما يتعلق بوصف كلامه بأنه إنشائي إلى آخره ولكن هناك خطوات على ما يبدو باشرة الحكومة السودانية باتخاذها على سبيل المثال كان هناك قرار اليوم من وزارة المالية السودانية بالموافقة على إنشاء برصة للذهب والمعادن وأخرى للمحاصيل الزراعية طبعا هذه سيكون لها دور كبير في تنظيم الأسواق المالية ستمنح ترخيص إلى آخره وبالتالي على ما يبدو هناك خطوات تقوم بها الحكومة السودانية هل لديك أي مخاوف من أنه لا يمكن أو لا يوجد خطة لدى الحكومة ليه الاستفادة من هذه المراخات الجديدة هو مؤكد لا تجد خطة واضحة أمام الحكومة مهند هذا القرار كان موضوعا أمام الكونجرس لمدة 45 يوما تمت الموافق عليه اليوم خلال 45 الماضية القرار لم يكن مفاجئا لم يكن فجائيا كان على رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي أن يقول للشعب السوداني الذي انتظر هذا القرار كثيرا أن خطتي ليوم غد هي هكذا والإزباع القادم والشهر القادم والستة شهور الشهور المقبلة والستة شهور العام لكن الذي جرى هو أن الرجل أطلق وعود في الهواء كدابه دائما منذ أن تولى الوزارة الحمدوك وفريقه للأسف يعملون في جزيرة معزولة ليس فقط عن الشارع السوداني وإنما حتى عن الحرية والتغيير اللجنة الاقتصادية داخل الحرية والتغيير جارت بالشكوى وقالت في أكثر من مرة وفي أكثر من ممبر أن الخطة الإزعافية والبرامج الإزعافي الذي سلمته لحمدوك وفريقه الاقتصادي تم وضعه في الأجدراج وتم استبداله ببرنامج آخر متصل الاتصال مباشرا برشدة وفكرة وطروحة البنك الدولي وهي التي تعمل الآن للأسف حتى المؤتمر الاقتصاد الذي تحدث عنه لصاصة الحاج حينما كتبت المخرجات قبل تسلم لرئيس الوزراء أصدر رئيس الوزراء قرارات بتحرير الوقود وربع الدعم عن بعض السلع الأساسية والضرورية لم يعمل حتى بمخرجات المؤتمر الاقتصادي هذا الواقع وجدت أسهل الرشدة يا أستاذ يوسف معروفة ورشدة البنك الدولي للإصلاحات معروفة وهي كلاسيكية وتستخدم ليس فقط في السودان تستخدم في الكثير من الدول التي تعاني وتريد الخروج من مآزق اقتصادية معينة رفع الدعم رفع كل هذه الأمور هذه باتت مسألة كلاسيكية من البنك الدولي لكن أستطيع هل بالفعل الحكومة لا تملك رؤية محددة رؤية معينة للتعامل لماذا انتظرت كما يقول الأستاذ يوسف 45 اليوم الآن الفترة التي انتظرها الكونغرس للاعتراض على هذه المسألة لماذا انتظرت كل هذا الوقت بدون أن يكون هناك خطة واضحة خلال هذه الفترة الأستاذ المحترم يوسف محترامي الكامل لحديثه أن هذا القرار لم يأتي مفاجئا وكان على الدولة أو الحكومة أن تعلن خطتها مباشرة هذا كان يمكن أن يتم ذلك لو كنا في ألمانيا أو كنا في كندا أو في دول ذات اقتصاديات متقدمة أو ثابتة أو على الأقل بغير التعقيدات الاقتصادية والسياسية في دولة أو في مرحلة انتقالية كالسودان لا يمكن أن يكون الأمر بهذه السرعة وجاهز بهذه الجاهزية وأن الخطط كذا وكذا في دولة خرجنا من حكم استبداد فاسد حكم البلد 30 سنة مزق تماما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ونهب حتى مواردها الاقتصادية ومواردها البترولية وكل مدخراتها هذا الوضع الذي تم الاستلام فيه الآن عندنا عام ونصف في العام ونصف الآن اللجنة التصادية التي شكلت وصف بأنها تجأر بالشكوى اللجنة التصادية جزء من النظام الحاكم الآن ليست معارض هي حتى تجأر بالشكوى ربما تحتجع لأن رئيس الوزراء لم ينفذ ذلك أو كذا ولكنها جزء من صنع القرار الآن هذه اللجنة ليست في المعارضة الآن لأنه نجأر بالشكوى ولكن هي اللجان يجب أن تعلم تماما أنها جزء من صنع القرار ولذلك أنا أعتقد أن الفترة ليست كافية للوصول تماما إلى خطة اقتصادية واضحة في بلادنا في ظل هذا التدهور وفي ظل التجاذبات لكن الآن بقول لك أن ملامح الرؤية بدت تتضع نتيجة لنقاشات مستمرة لم تتوقف النقاشات الاقتصادية منذ استلام الحرية والتغيير للسلطة وحتى هذه اللحظة سواء عبر مجلس الوزراء أو عبر اللجنة الاقتصادية أو غيرها لكن الملامح بدأت تتشكل الآن وسيكون هناك قطعا اتفاق معقول لكن لا يمكن أن نطالب الحكومة في سنة ونصف لأن تكون فكت كل التعقيدات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الانتقال الآن يجب أن نكون موضوعيين عندما ننتقد ويجب أن نكون موضوعيين ونحن نفكر لأنه بدون قراءة الواقع قراءة صحيحة لنصل إلى نتائج سليمة طيب لنستعرض بسرعة ما قاله أيضا السيد حمدوك تعليقا عن القرار الأمريكي السيد عبدالله حمدوك يقول أعلن انعطاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أخحمنا فيه سلوك النظام المخلوع ساهم هذا الانجاز في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنين بالخارج عبر القنوات الرسمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب والكثير من الإيجابيات الأخرى يعني لا شك بكل المقاييز يوسف هذا قرار سيستفيد منه السودان السؤال هو كما طرحنا في البداية متى سيبدأ بالاستفادة منه ولكن كما يقول الأستاذ الساطع الفترة ليست طويلة حتى منذ تسلم السيد حمدوك مهام منصبه في هذه الفترة الانتقالية يجب إعطاءه بعض الوقت حتى يتم التعامل مع هذه القضايا تعليق سريع على هذا الموضوع هو مهند تعلم أن هذا القرار السبقه قرار أو قانون يعرب قانون للانتقال الديمغراطي والشفافية البالية في السودان للعام 2020 وهو القانون الذي يمكن أن نطلق عليه بأنه بديل لقانون سلام السودان الذي كان يعطل استفادة السودان من كثير من الموارد والهبات والمنح وخلافه لكن هذا القانون تحدث في المادة تزعب حول أن ينبغي على وزارة الخارجية ووزارة الخزار الأمريكية التحرك مع الداينين والمؤسسات المانحة للبحث عن حلول لجدول توعفات ديون السودانية لكن هذا الأمر مهند ربط اضطباطا مباشرا بضرورة الحصول أو إقرار الرئيس الأمريكي بأن العسكرين في السودان تخلوا عن أطماعهم في السلطة وأنهم أصبحوا خاضعين بصورة أو بأخرى لولاية المالية على المال العام القانون تحدث على ضرورة أن تكون وزارة المالية لها الولاية الكاملة على مؤسسات الجيش والشرطة والأمن وكل المؤسسات العسكرية وتحدث أيضا عن ضرورة ابتعاد العسكرين عن الاستثمار منهم في ذلك الذهب والتعدين وخلافهم السؤال هل هذه الحكومة قادرة على إيصال هذا الأمر إلى هذه الخواتيم بما يجعل الرئيس الأمريكي يوصي أو يوجه وزير الخزانة ووزير الخارجية بالتحرك لإحفاد يورا السودان أعتقد الآن المشكلة تتألف أو تتكون وتتمحور في ضرورة أن تكون هناك إما توافق واضح بين العسكرين والمدنيين وهذا أمر نادر على اعتبار أن المرهان قبل يومين أرسل انتقادات حادة للحكومة المدنية وقال أنها فشرت خلال العام وهو الأمر الذي قال حمدوك قبل قليل يرد على المرهان بشكل مباجر ويقول أن الفشل ليس حصرا على المدنيين فقط وأن الفشل هو جزء من أداء الجميع وليس خاص بالمدنيين وإنما العسكرين وكل مكونات السلطة الآن الحصول على أي مزايا من هذا القانون وأي مزايا من هذا القرار بربع اسم السودان من قائمة الإرهاب رهين بولاية كاملة لوزارة المالية على المال العام وأعتقد أن هذا الأمر عصي باعتراف تبقى هناك مسألة أخرى مرتبطة بهذا القرار الأمريكي تتعلق بما يعرف بالحصانة السيادية التي يطالب بها السودان لأن السودان دفع تعويضات بناء على تسوية مع ضحايا تفجيرات كينيا وتنزانيا وأيضا المدمرة يو اس اس كول التعويضات وصلت إلى 335 مليون دولار وضعت في حساب مجمد الآن السودان يجب أن يحصل على قرار من الكونغرس بمنح الحصانة السيادية بمعنى آخر أن يكون السودان محصن ضد أي دعاوى في المستقبل من قبل أي جهة كانت إلى أين تسير هذه المسألة وما الذي تفعل الحكومة للإسراع في حصول السودان على هذه الوضعية حاضر بس خليني أعلق على القرار أو القانون بتاع الكونغرس نحن أنا أعتقد أنه السودان كل القوانين والمجهودات التي تصدر من الأتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة السودان وتصب في مصلحة السودان السودان قطعا يرحب بها وهذا ما جعل لسان السيد رئيس الوزراء بحيث أنه هذه القوانين وهذه المساعدات تحترم السيادة السودانية وتحترم المصلحة السودانية وأعتقد أن الحكومة الانتقالية الآن التي تحكم السودان قادرة على تنفيذ هذه الحماية للكرامة السودانية والسيادة السودانية وللمصلحة العليا السودانية أما بالنسبة وثانيا بالنسبة لما ورد في القانون أن هذه الشركات الأمنية أو التابعة للجيش أو للأمن يجب أن تتحول ولاية إلى ولاية المالية هذا ليس مطلب الكونغرس الأمريكي وليس مطلب أي جهة هذا هو مطلب الشعب السوداني وهذا هو مطلب الثورة السودانية إن كل الشركات التابعة للقوات المسلحة أو للجيش أو للجهات الأمنية أي أن كانت يجب أن تكون ولاية خاضعة لوزارة المالية وهذا مطلب الشعب السوداني ولن يتراجع الشعب السوداني عن هذا المطلب مطلقا وسيظل وراء هذا المطلب إلى حين تحقيقه ولا يستطيع أحد ولا تستطيع أي جهة الآن تحمي هذه الشركات من أن تتحايل أو أن تقفز على هذا المطلب أو أن تشكل حماية لهذه الشركات من أن تكون ولاية في النهاية لوزارة المالية لأن هذا مطلب الشعب السوداني ومطلب من مطالب الثورة السودانية وأكيد الدماء التي سالت في هذه الثورة من أجل هذه المطالب لن تضيع سودان أو لن تذهب هدرا أما فيما يتعلق بالحصانة هناك مفاوضات تجري هناك وفد موجود في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل السيادة السودانية ويمثل الحكومة السودانية في النقاش المستفيد مع الإدارة الأمريكية في كيفية خروج قانون يحمي السودان نهائيا ويعطيه حصانة ضد أي شكاوي قادمة فيما حدث في التفجيرات في نيروبي أو فيما حدث في السفينة كول أو غيرها وأعتقد أن أكثر من مسودة قتبت لهذا القانون وهناك تجويد أكثر في المسودات التي قتبت للوصول إلى صيغة نهائية تحمي السودان الإرادة السودانية تتجه إلى ذلك وعلي حال إرادة أمريكية تتجه إلى ذلك وتلاقي الإرادتين حول هذه النقطة سيساعد في الوصول السريع إلى قانون يحصن السودان تماما بعد أن أوفى بجميع التزامات التي تحملها نتيجة سياسات النظام الإستداد السابق أستاذ يوسف في الدقيقتين المتبقيتين أيضا هذا القرار يرفع السودان من عزلة ليس فقط الاقتصادية ولكن السياسية علاقات السودان مع الدول ستصبح طبيعية إلى حد كبير إلى أي مدى برأيك يستفيد السودان من هذا الجانب المرتبط بالقرار الأمريكي واضح جدا أن هذا القرار سيتبعه قرار آخر بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي للوصول لاتفاق سلام أو للتطبيع هذا هو أمر غير منكور ومعلن الحكومة السودانية منقسمة تجاه هذا الأمر الأستاذ صادق الحاج يقف في الضفة التي تناوي التيار الذي يقود هذا التقارب هذا يؤكد أن الحكومة نفسها ليست متفقة على قلب الرجل واحد بموقف واضح حول القضايا الكلية والمصيرية والمصيرية للأسف الحكومة السودانية تحتاج إلى توافق كامل وتام حول القضايا المصيرية للدخول فعليا في منغشتها بشكل جدي لأن الحصول على الحصانة السيادية للسودان وتحصينهم من الملاحقات من ضحايا 11 سبتمبر فيما يعرف بقانون جاس تعتقد أنه رهين بموافقته على التطبيع وهذا الأمر يجد عثرات كثيرة داخل الحكومة السودانية شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف الجلال الكاتب والباحث السياسي كان معنا من الخرطوم وكان معنا من هناك أيضا الأستاذ ساطع الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير شكرا لكم لكم